أهلا بكم من جديد إلى هذه الجولة التحليلية وأصعد جدا بترحم فيها بالصحفي والأستاذ المحل السياسي الأستاذ والد النور أهلا ومرحبا بك ويسعد نهارك أهلا بك نبدأ معك هذه الجولة من موقع سودان تربيون ومنه نقرأ خلافات حول هوية الأطراف تعرقل توقيع الإعلان السياسي قال متحدث باسم حركة العدل والمساواة إن الخلافة ما زال مستمرا بين أطراف الاتفاق الطاري ومعارضيه حول القوى المعنية بالتوقيع الإعلان السياسي وقال المتحدث باسم حركة العدل والمساواة حسن إبراهيم فضل لسودان تربيون إن مسألة الأطراف المعنية بالتوقيع الإعلان السياسي ما زالت نقطة خلافية ومحل نقاش وأن الكتلة الديمقراطية متمسكة بضرورة توسيع دائرة المشاركة وأكد تمسكهم بشمول كل الأطراف المؤمنة بالانتقال الديمقراطي في العملية السياسية الجارية وتابع نرفض بدعة توزيع سكوك ثورة وتقسيم القوى إلى درجة أولى وثانية أو ما يسمونهم قوى ثورة وقوى انتقال في هذه الحالة الحديث يكثر جدا حول هذه الخلافات طالما أن هناك إعلان لإكتمال أو إنهاء العملية السياسية كيف تقرأ الخلاف حول هوية الأطراف التي ستوقع على الإعلان السياسي هل من الممكن أن يعقل هذا الاتفاق برأيك؟ نعم والله هو كل وارد ولكن المعلوم والمعلومات المتوفرة أنه تم الاتفاق على الإعلان السياسي تماما بين قوى الموقعة على الاتفاق الإطاري وثلاثة من قوى الكتلة الديمقراطية حركة العدو المساوى وحركة تحرير السودان والحزب الاتحاد الديمقراطي الأصل برئاسة مولانا محمد محمد عثمان المرغني هذه الدعوة الوصلت من السلاسية وبعدها اجتماع استمرت لساعات طويلة جدا وصلوا لهذا الاتفاق الترتيبات الباقي والتفاصيل الباقي حول التوقيع على الإعلان السياسي الإعلان السياسي توقع عليه القوى كما جرى في الاتفاق الإطاري منفردة كتلة الديمقراطية تفاوضت في ثلاثة إذا كان تريد أن توقع ككتلة كان من الأجدى أن تكون الدعوة وصلت لرئيس الكتلة أو من يفاوضه وبالتالي طالما هناك نقاش ومفاوضات بين ثلاث أطراف من الكتلة بالتأكيد التوقيع سيتم بالأطراف التي شاركت فيها التفاوض من هذه الكتلة وليس الكتلة مجتمعة طيب يعني العدل والمساواة وحركة تحرير السودان جنح من ناوة تمسكان بحسب منذ الاتفاق أنه يوقع ككتلة لكن كل الأطراف وقعت بصورة منفردة لماذا هذا التمسك والتشدد؟ التمسك والتشدد في هذا الاتجاه هو من باب المزايدة ومن باب كسب النقاط السياسية ومن باب الكسب في القوة التي كانت تقف معها وهو الاستفاف الذي خلقته هذه الحركتين وهو الاستفاف من قوة كثيرة جدا قوة سياسية وقوة مجتمعية وقوة مدنية وبالتالي هي تريد أن تتكتب بهذه التمسك هو من باب المزايدة ومن باب التكتك السياسي يعني في باب المزايدة والتكتك السياسي أليست هناك خيارات أخرى غير هذه مثلا هناك ربما مطالب حقيقية داخل التوقيع داخل نصوص التوقيع وأشرط إلى أن هناك قوة أخرى أيضا هم بإزاد نفسهم اعترفوا النائب الرئيس حالك تقول له سوا دكتور سليمان صندل بأنهم متفقين على نسبة 95% في الإعلان السياسي وفي القضايا المشتركة محل الخلاف وأكد ذلك الناطق باسم العملية السياسية خالد عمر يوسي بأن الخمسة في المئة المتبقية فقط الإرادة وبالتالي كل ما يحدث الآن وما يدور خلف الكواليس هو باب الصراع السياسي وباب صراع تكسيم السلطة لمن يكسب أكثر ومن الذي يستطيع أن يكون عنده أكبر نسبة من المشاركي طيب على ذكر التقسيم والتوزيع هل تقسيم قوى العامة ما بين قوى الثورة والانتقال وتوزيع سقوك الثورة كما ترى العدل والمساواة هل هذا حقيقي يجري الآن في الميدان السياسي هو العملية السياسية الجارية الآن استوعبت في هناك قوى سانة إنجلاب 25 أكتوبر ووقفت معه هناك قوى سياسية منذ نطاحة بنظام المخلوع البشير هي واقفة ضد هذا التحول وكانت تطالب بزيادة أو لترشيح البشير في 2020 وأعلن عداءها الصارخ ومعلن وغير بإعلان صريح بأنهم هم ضد العملية الانتقالية وأنهم سيعملون على إسقاط الحكومة المدنية الجديدة الذي تم تكوينها هذه القوى عندما جاء إنجلاب 25 أكتوبر انقسمت هذه القوى إلى 2 في قوى سانة وقوى أخرى رفضت هذا الانقلاب وعلنت صراحة بأنها ضد أي انقلاب عسكري بالتالي تم استيعاب هذه القوى وهذه القوى هي منقبلة بأنها تكون هي قوى داعمة للانتقال والتحول إلى المدنة الديمقراضية ولكن القوى التي رفضت مسألة التحول إلى المدنة الديمقراضية وعلنت صراحة أنها ستزعل لتسقط هذه الانقلاب الأسكري فبالتأكيد يكون هناك في مواقف من بعض القوى التي القوى الموقعة على الاتفاق الإطاري طيب يعني في الخبر ضرورة توسيع المشاركة من هم خارج هذا الاتفاق الإطاري أو الإعلان السياسي الجديد حتى تشملهم المشاركة لماذا تصير مثلا جزء من الحركات بقيدة مناو الجبريل على ضرورة توسيع المشاركة نود أن نفهم هذه المصطلح نعم تريد أن توسيع هي تقول أنها تريد توسيع قاعدة المشاركة الطرف الآخر يرى بأنها تريد إقراغ العملية السياسية بشخصيات وأحزاب قوة سياسية كانت مساندة لنظام البشير وكانت ترفض التحول المدني الدموغراطي وبالتالي في هذه النقطة هناك اختلاف الجهتين طيب يعني ماذا تتوقع في هذه الساعات القادمة هل يمكن أن ننضي إلى توقيع إعلان سياسي بحسب ما أشيع من أخبار بالأمس وهو الأمس غير الإشاعات ولكن في غضون الأيام القادمة ربما يتم التوقيع بصورة حتى تكون أسرع من المتوقع وربما تتعرقل الاتفاق